دائماً بسم الله نبدأ نواصل عزيز الطالب شرح دروس مقرر تنظيم حاسبات 2 ضمن مواضيع الباب الأول وهو بعنوان Center Processing Unit ننتقل إلى الدرس التالي Chapter 1 Lecture 4 هذا الدرس بعنوان The Control Weird أو كلمة التحكم وفي هذا الدرس سنعرف ما هو المقصود بكلمة التحكم The Control Weird نبدأ الموضوع الأول The Control Weird ما هو The Control Weird The Control Weird is the binary word formed by selections in the General Register Organization في الدرس السابق شرحنا كيف نطبق نظام General Register Organization بأخذ مثال لCPU فيه 7 سجلات وذكرنا كيف يتم اختيار مداخل الملتيبليكسرز بواسطة Select A وSelect B وكيف نختار موقع لتخزين نتيجة العملية بSelect D وما هي العملية التي يقوم بتنفيذها الـ ALU وذلك بSelect Operation الـ Control Weird باختصار هو مجموع البتس التي نختارها لتحديد هذه الأجزاء Select A, Select B, Select D وOperation إذن كما في المثال الذي شرحناه Control Weird has 14 بيتس لماذا؟ لأننا اخترنا 3 بيتس لSelect A و3 بيتس لSelect B و3 بيتس لSelect D و5 بيتس لSelect Operation يصبح شكل الـ Control Weird كما موضح في الشكل أدناه هناك أربع حقول حقل الـ Select A حقل الـ Select B حقل الـ Select D وآخيرا حقل الـ Operation Select بما أن في هذا الحقل 3 بيتس وهنا 3 بيتس وهنا 3 بيتس وهنا 5 بيتس فنقول أن الـ Control Weird يساوي 14 بيتس لهذا المثال كيف نملأ هذه الخانات؟ أو هذه الحقول في الـ Control Weird نملأها وفقا لجداول ترميز وهذا هو ما سنراه في الدرس القادم موسيقى